مشهد خروج الطلاب من مدارسهم في وقت لم يكن معهود الخروج فيه يوحي بأن أمرا أو مستجدا طارئا قد حدث بالفعل وأحدث تغييرا في عملية المغادرة هذه إلى أجل غير مسمى المغادرة التي جاءت عقب مرور ما يقارب من شهر على بدء العام الدراسي الجديد غير أن قرار الإضراب العام والشامل اتخذ من قبل الكادر التربوي ولا مجال لإرجائه أو تأخيره كما يقولون إضراب على ذمة المطالبة بالاستجابة لمطالبهم في تحسين مرتبات ووضعهم المعيشي بما يتفق مع واقع التضخم والتدهور المستمر في القيمة الشرائية للريال في مقابل الارتفاع المضطرد لأسعار السلع الأساسية والمتطلبات الحياتية نحن طبعاً اتخذنا الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية أو الإضراب أول يومين رفعنا الشرائط الحمرة الخطوة الثانية اتخذنا أن الإضراب الجزئي الآن اليوم إن شاء الله الإضرابة الكلي التام فيها كون السبب الأول الراتب لا يكفي المدرسين لمدة أسبوع واحد نحن استلمنا الراتب متأخراً في هذا الشهر وهو شهر يناير فمدة ثلاثة أيام مدة يومين فإذا بالراتب لم يأتي بشيء من الضروريات الحياة فهذا سبب الأول الرئيسي أن الراتب لا يكفي للمعيشة لا يكفي لمعيشتنا هذا سبب الأول السبب الثاني من السبب أن العملية التعليمية بهذا الوضع السيء كون الراتب ضعيف كون العملية التعليمية لا تسير بطريقة صحيحة يعني مثلا الحصص مقلصة فإذا طريقة التعليم طريقة غير صحيحة فلابد يتقوم التعليم بطريقة صحيحة الإضراب الشامل الذي شل العملية التعليمية برمتها يقول التابويون أن مضطروا للجوء إليه بعد استنزفوا كافة الخيارات المتاحة وبعد وعود بتحسين حالهم والنظر في أمرهم لم تجد طريقها للتنفيذ إضراب معه أغلقت أبواب كافة المدارس وعطلت العملية التعليمية برمتها الأمر الذي بدوري سينعكس سلبا على مستوى التحصيل العلمي للطلاب إضافة إلى مخاطر ضياع هؤلاء الطلاب وتخطفهم وإغوائهم بعيدا عن تحصيلهم ومحيطهم التربوي الأضراب سيأثر علينا كطلاب كتحصيل دراسي السنة اللي يرسبوا فصل الدراسة الأول ما بيعوضون السنة اللي بتجي فصل الدراسة الثانية وعطاء المدرسين حقوقهم وكي تجري عملية الدراسة من جديد الإضراب هو الإغلاق الشامل التي تشهده مدارس وادي حضر موت حتى وإن بدأ محقا ومطلبا مشروعا لهذه الفئة الأكثر جهدا والأقل أجرا إلا أن تبعاته ومآلاته تبدو كارثية وخطيرة إذا لم يتدارق قريبا فهمي بارمادي قناة سهيل وادي حضر موت